جيش الاحتلال الاسرائيلي واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الاسرائيلي حيث كان هناك انتشار عسكري على الاطراف الغربية للمخيم تحديدا بالقرب ما يعرف بدوار العودة سلسلة بيانات متتالية لفصائل المقاومة الفلسطينية قالت بانها استهدفت بشكل مباشر الاليات العسكرية الاسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ولاحقا بعد تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال ازبيدي انسحب باتجاه المناطق الجنوبية مرورا من منطقة مدخل قباطي حيث في تلك النقطة ايضا دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الاسرائيلي داخل الاليات العسكرية الاسرائيلية الصحة الفلسطينية قالت بان اعداد الاسابات ارتفعت في مدينة جنين خلال اللحظات الماضية الى اربع اصابات ثلاث منها اصابات خطرة وحرجة اثنتان من الاسابات وصلت الى مستشفى جنين الحكومي فيما الاسابة الثالثة وصلت الى مستشفى ابن سينة في المدينة وكذلك الاسابة الرابعة بالقرب من ميدان الشهداء قرب بلدة قباطية الى الجنوب من المدينة نقلت الى مستشفى الرازي لتلقي العلاج نحن نتحدث عن اربع اصابات برصاص جيش الاحتلال وتسجيل حالة اعتقال واحدة ومشهد متوتر مع استمرار العملية العسكرية في هذه اللحظات حالة من الترقب مع انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل من مدينة جنين ومتابعة للأوضاع الصحية للمصابين داخل مخيم جنين ونقلهم طبعا الى المستشفيات بهدف تلقي العلاج هذا يأتي الى سيناريو استمرار مشهد التصعيد في الاراضي الفلسطينية قبيل لحظات انتهت عملية تشريع جثمان الشهيد مثقال سليمان ريان في بلدة قراوة بني حسان الى الغرب من مدينة سلفيت بعد ان اطلق مستوطن النار بشكل مباشر عليه واصابه بالرأس يوم امس وكانت هناك دعوات من قبل الحكومة الفلسطينية والخارجية الفلسطينية لتحميل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة ومطاربة للمجتمع الدولي بضرورة ملاحقة القتل المستوطنين ومطلقي النار من المستوطنين قانونيا كي لا يتم منح ضوء اخضر لاستمرار مسلسل عمليات القتل في الاراضي الفلسطينية منذ بداية هذا العام 45 شهيدا اخرهم الشهيد مثقال ريان برصاص المستوطنين يضاف الى اعتداء سابق للمستوطنين في مناطق قيس الفيت وتحديدا في بلدة اسكاكة منتصف العام الماضي حيث اقدم مستوطن على طعن شاب فلسطيني بسكين الشاب علي حرب وادى ذلك لاستشهاده وبالتالي هناك ارتفاع حاد في وطيرة الاعتداءات الاستيطانية وكذلك الاجراءات الاسرائيلية باتجاه مناطق الضفة الغربية على وقع الحكومة اليمينية المتطرفة التي تمارس كل اشكال القتل بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية خالد ذكرت ان الجيش الاسرائيلي انسحب تماما من المنطقة بذلك هل عادت الامور وحركة السير الى طبيعتها ام مازالت هناك بعض التوترات انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الجدير بالذكر هناك نقاط عسكرية تفصل مناطق عام 48 ومناطق الضفة الغربية عام 67 هذه النقاط تتركز الى الشمال من المدينة حاجز الجلمة والى الجنوب من المدينة بما يعرف بحاجز موفي دوتان قرب بلدة يعبد من تلك النقطتين كان هناك التحرك العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي وفي نهاية العملية العسكرية واعتقال زكريا جبريل ازبيدي عفوا شقيق الاسير زكريا ازبيدي انسحبت الاليات العسكرية باتجاه حاجز موفي دوتان وبالتالي عادت الحركة الى طبيعتها يتدافع المواطنون ويتوافدون باتجاه المناطق المستهدفة خلال العملية العسكرية الاسرائيلية باتجاه عائلة الزبير وعدد كبير باتجاه مستشفيات المدينة لمعاينة طبعا الاوضاع الصحية للمصابين بتأكيد نالك ترقب على مدار الساعة تم اطلاق صافرات الانضام عقب اكتشاف تسلل الوحدات الخاصة الى منطقة الجابريات صحيح ان العملية نعم اذا خالد بدير مراسل الغد من نابلس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر